نظمت وزارة الصحة قافلة طبية مجانية بمدينة أبو سير بمحافظة الإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث تم الكشف على ما يقرغ من 700 مواطن ضمت القافلة معظم التخصصات الطبية بالإضافة إلى صيدلية حيث يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفى التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية مجانا كما ضمت القافلة معملا للتحليل بالإضافة إلى عمل ندوات عن التطقيف الصحي والتوعوي بأهمية لقاح كورونا والتسجيل الفوري لأخذ اللقاح النهاردة معي جميع التخصصات الطبية البطنة الجراحة الجلدية النساء الأنف والأذن والجراحة بجانب بمعمل دم وطفوليات ومعي النهاردة جهاز أشعة ومعي 86 صنف من العلاج وكل الصرف بالمجان بجانب أي مريض محتاج لتدخلات جراحية أو الإحالات إلى مستشفى المجمع الطبي أو أبو خليفة أو التنصيق مع مؤسسة حياة كريمة لإحالة المستشفيات الجمعية نعلم مغادرة حياة كريمة لكل المصريين إحنا موجودين النهاردة قافلة طبية في مركز أبو سوير قرية أبو سوير البلد أحد القرى التابعة للمركز مدينة أبو سوير أحدث القرى الموجودة بيها بدأت المقافلة من صباح وفاكر اليوم وبدأنا أن نحن نستقبل المواطنين كجهاز تنفيذي بمركز مدينة أبو سوير بدأنا نوفر كل الإمكانيات المتاحة لإنجاح القافلة